الأسبوع اللي فات كان في كتير من الأحداث اللي تصدرت الترند ومنها اختفاء أغاني عمر الزيب واللي عمل حالة كبيرة جدا من الجدل عند الناس وخلاهم يسألوا عن السبب وحالة الجدل وصلت لحد أهل الفن مثلا الشاعر خالد تاج الدين واللي تعامل معه عمر الزيب في كتير من الأغاني زي قصاد عيني وحلوة البدايات وليلي نهاري وغيرها من الأغاني قال إن الموضوع مشكلة بسيطة مشكلة مع اليوتيوب وهتتحل وخلى الجمهور يطمن ولكن القصة كانت أكبر من كده بكتير وكان سبب اختفاء أغاني عمر الزيب إن في منصة اشترت أغاني عمر الزيب وهتنزلها عندها من خلال أبليكيشن بسعر رمزي وده اللي أعلن عنه عمر الزيب بعد يوم واحد من حسف الأغاني طبعا كل ده كان في الوقت اللي عمر الزيب بيحيي فيه حفل كبير في السعودية على مصرح أبو بكر سالم ده من فعاليات موسم الرياض وغنى عمر الزيب في الحفل عدد كبير من الأغاني زي أنت الحظ وراءة وقدم رياتها ومن الأغاني القديمة كمان قدم عمر الزيب ميال ونور العين وأمرين وغيرها من الأغاني ودي كانت قصة اختفاء أغاني عمر الزيب من على اليوتيوب